ومن القدس المحتلة ينضم إلينا مراسل الغد أحمد البديري أحمد إذن ما المستهدف من ورأي هذه القمة؟ جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي وصل أمس اليوم كان هناك أيضا اجتماع آخر معه استحبه بن يمينة نيهو إلى غور الأردن لشرح الأهمية الاستراتيجية لاستمرار احتلال إسرائيل لشرقية ضفة الغربية ولكن في نفس الوقت وصل أيضا اليوم بيترشوف وهو رئيس المجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيترشوف الذي سوف يجتمع مع بن يمينة نتنياهو وذلك تحضيرا لاجتماع الغد ولكن حدف هناك إشكال لم يكن متوقعا وهو التصريحات التي خرج بها نائب وزير الخارجية الروسي والذي قال بخصوص إيران طبعا بأن عمليا روسيا سوف تقوم بالاستمرار بالتعاون الاقتصادي مع حلفائها مع إيران وبالتالي فان الجانب الروسي جاء ومعه موقف مسبق ألا وهو الاستمرار في التعاون الاقتصادي مع إيران وهذا ما يحاول بن يمينة نتنياهو إنهاءه تماما غدا القمة سوف تجمع بولتون نتنياهو طبعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع بيترشوف الهدف الأساسي الذي يسع له هذا الاجتماع هو الحديث حول ثلاثة ملفات هامة انسحاب حزب الله والقوات الإيرانية من سوريا مستقبل سوريا وكيفية التعاطي مع الرئيس بشار الأسد وأيضا عملية التعاطي مع مستقبل سوريا تحديدا في المناطق الأمنية والوجود الروسي على أرضيها والملف الثالث الذي هو في بالغ الأهمية نتيجة ما يجري من تصريحات من هنا وهناك والتوتر الأمريكي الإيراني وهو الملف النووي الإيراني واستمرار الحصار الاقتصادي وزيادة الحصار الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها ضد إيران هذا هو الملف الأساسي بنيمين نتنياهو مع بولتون بطبيعة الحالة هناك تحالف مطلق هناك توافق مطلق إلا أن بنيمين نتنياهو مع الخيارات العسكرية وليس فقط مع الخيارات التي تتعلق بالحصار الاقتصادي أما بيترشوف عمليا هو الذي يحمل الملف الإيراني على هذه الطاولة بنيمين نتنياهو يحاول تسويق هذا الاجتماع الهام وهو بلا شك هام عندما نتحدث عن مستشار الأمن القومي الأمريكي والروسي وذلك تحضيرا لما يقال في الأرويق السياسية الإسرائيلية والأمريكية التي سمعنا عنها بأن بوتين و ترامب سوف يلتقيان في المرحلة القادمة خلال أسابيع خلال أشهر وهذا الاجتماع إنما جاء تحضيرا للقمة الروسية الأمريكية المتوقعة لكن أحمد هنا إذا أسألك عن التمثيل الروسي هنا من خلال بيترشيف ما هي حدود إمكانية أن يتحدث باسم إيران أو أن يطرح الملف الإيراني نيابة عن الإيرانيين بلا شك بأن التحالف الإيراني الروسي هو معروف وسابق وهناك تعاون اقتصادي عسكري بين إيران وروسيا وهذا لا يخفى على أحد ولكن أيضا روسيا تنظر بعين القلق على الأمن الإسرائيلي وهذا بالتوازي مع علاقتها مع إيران وبالتالي فإن الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الماضية على السببين فالأرسل العديد من الخبراء الأمنيين من الموساد من المجلس الأمن العسكري من العديد من كبار الضباط إضافة إلى الهواتف المتعددة التي قام بنيمين نيتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين ولكن في نفس الوقت هناك خشية من اندلاع حرفي منطقة الشرق الأوسط نحن قبل عدة أيام كلنا بانتظار أن يكون ترجمة نانسي قنقر شكرا